انتو عارفين الصورة اللي بتحصل دي الواضع اللي احنا فيه دلوقتي ايه اولا فيه جريمة حربة بتتم قطع مية ونور وقهربة وغزة ودوى جريمة حربة ولازم نهب هبت قلب على قلب رجل مؤمن واحد وننصر ننشو القضية وابدا ما نوافق على مستوى العالم الاسلامي كله وخلوا بالنا يا جماعة من الكلام ده تعالوا ما اقول لكم نعرف الوضع ازاي صورة الحشر وده بقى اللي ان شاء الله معيالك يصح بكرة او يوم الجمعة القعدة بتاع الجلسة العيلة هتلهم صورته كل واحد يجيبها من التفسير اللي عندك تفسير الشيخ السعدي ابن كثير شوف اي تفسير مبسط واحكيه واحكي لاولادك يا بنتي احكي لاولادك انا ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمنا فهم ووعي ايات القرآن تعالوا شوفوا كأنك شايف الوضع قدامك صورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحديد مجد ومجيد لله سبحانه وتعالى نزهه ربنا عن كل نقص قول لي ما في السماوات هو العزيز الذي لا يغالب هو العزيز انت العزيز يا رب انت صاحب النصر يا رب الحكيم في قدره وتدبيره وصنعه وتشريعه الله عز وجل بيضع الأمور في مواضحها بالوقت الذي يعلمه بالكيفية والفعل الذي يعلمه وفقا للحكمة لانه حكيم المطلقة والخير المطلق والعلم المطلق والعزة المطلقة لله عز وجل هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من دياره لأول الحشب ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اين من الله فاتهموا الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يقولي الأبصار الله سبحانه وتعالى اخرج الذين جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمن ومكان اللي بيضحى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من اهل الكتاب وهم كانوا يهود ساعتها يهود بن النضير من مساكنهم اللي جاءوا بين المسلمين حول المدينة واللي حصل اول اخراج لهم كان من جزيرة العرب للشاب ما ظننتم يا مسلمين انهم هيفرشوا من ديارهم بهذا الزل والهوان تشدت بأسهم ومنعتهم وظنهم انهم ايه حصولهم هتحميهم وانه رأي حدش هيقدر عليهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسل وقلقى في قلوبهم الرعب والخوف الشديد يخربوا بيوتهم بأيديهم وإيدين المسلمين وإيدين المؤمنين ذكروا مثل الآية انهم بإيدين المؤمنين فاتعزوا يا أصحاب البصائر اتعزوا يلي عندك عقل اتعز ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذابهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا ان ربنا كتب عليهم الخروج من ديارهم لعذابهم في الدنيا بالسبي ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب بتحربوا مين بتحربوا مين انت خلفتوا أمر ربنا سبحانه وتعالى وأمر رسول الله أشد مخالفه وحاربتهم وسعيته وعصيته ربنا ومن يخالف الله عز وجل ورسوله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم ملينات أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله واليغزي الفاسقين ما قطعتم أيها المؤمنين من نخلة أو تركتموها فبإذن الله ربنا حتى صلتكم على قطع نخلهم ما أفاء الله الفيء بقى على الرسول عليه الصلاة والسلام على الرسول من أموال لم تقوموا انتوا عملتوا إيه انتوا عملتوا إيه الله سبحانه وتعالى يصلت رسره على من يشاء يا رب يا رب عايزين رسلك يا رب اللهم أمين مليكة الأرض والسماء يا رب وجب آيات الفيء كلها طيب والذين تبوأوا الضارة والإيمان الناس اللي حتى جاف فيها وميوقها شحة نفسه فأقول إيه كهم المفلحون الناس اللي استوطنوا المدينة وأمنوا من قبل هجرة المهاجرين وساعدهم شوفوا بيعملوا حبوا المهاجرين ويواسوهم بأموالهم تمام واللي جون بقى من المؤمنين والأنصار وساعدوهم يقولوا ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فقلوا بنا لغل ولا حق دلهم وفي الآية إنك رؤوف ربنا رؤوف بالعباد رحيم إنك رؤوف رحيم جميل الإسمين دوب ألم تر إلى الذين نفق ركزوا بقى يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون هو ده اللي بيعملون منافقين بص بيقولوا إخوانا إحنا نروح معاكم يا سلام لو خرجتوا حنخرج معاكم هم مكذبين أصلا منافقين كذبين لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ينصرنهم ولإن نصرهم لا يولن الأضبار ثم لا ينصرون أبدا دول منافقين ليه لإن الخوف في قلوبهم أقوى أشدوا أعزم فيهم منخشة ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الآية لا يقاتلونكم جميعا إلا شوفت الآية في الكرة المحصنة أو من وراء جدر بأسا بينهم البأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا أبدا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أبد عمرهم ما يوجهوك أبدا مجتمعين إلا من وراء جدر أو في قرى المحصنة ده اللي بيحصل ليه لأنهم قوم لا يعقلون ولا يتدبروا أيات ربنا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم زي اللي حصل مع قريش كمثل الشيطان لذلك قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نفقين كده زيدور بيزينوا للناس ولكن لما حصل الكفر ومشهم إني أخاف الله فكان عاقبتهم هما الاثنين أنهم في النار خالدين في الاثنين هما الاثنين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين أمان نعم يا رب نعم اتقوا الله حاضر يا رب ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون شوفوا خافوا ربنا كل واحد يخاف ربنا ويعمل عشان كده بنقول المعصية هنا تضعفهم هما هناك اقوا اقوا عفجر يديع بقى خلي ذكرك وحالك عشان بس نبقى فاهمين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون يا رب الحكة اللي بينصر بدها خارج عن طاعة رب يستقفوا يا رب لا تجعلنا منه وجعلنا لك من الذكرين لك من الشكرين يا رب جعلنا لك ذكار لك قلبا ذكارا يا رب اللهم أمين فاسقون يعني خارج عن طاعة الأسفر ولا يعزو الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الايه هم الفائزون جعلنا منهم جعلنا منهم يا رب آيات واضحة وبقيت بقى الآيات ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية لو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أيوة ليه الجبل بيتشقق من خشية ربنا من حال بقلبك حالك خف ربنا خف ربنا منصر أخوك المسلم تلك الأمثال نضربها نوضحها للناس وبعدين الآيات بقى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى معبود ولا معبود سواء لازم نكون مؤمن هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبر المتكب سبحان الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق الذي لا إله هو الملك لجميع الأشياء المتصرف في كل شيء بلا ممانعة بلا مدافعة المنزه عن كل نقص سبحانه الذي سلم من كل عيب سبحانه المصدق رسل وأنبياءه بما ترسلوا بهم هو اللي أرسلوا بهم من الآيات والبينات هو الرقيب على كل خلق في أعمال هو العزيز الذي لا غالب له الجبار لقهر كل العباد وأزعى له كل الخلق وسائر الخلق متكبر له الكبرياء والعظم يتنزه الله سبحانه وتعالى عما يشركون به هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له يرب جعلنا منهم ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الخالق للخلق هو البارئ للخلق على مقتضى حكمته سبحانه المصور الخلقي كما يشاء له الأسماء الحسنة والصفات العلى يسبح له جبع من في السماوات والأرض وهو العزيز شديد الانتقام من أعداء الحكيم في تدبير وفي أموره وفي أفعاله